بدأت السيرة النبوية الشريفة من مكة كان صلى الله عليه وسلم عظيما نسب شريفا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ويمتد نسبه الشريف إلى سيدنا إسماعيل ابن سيدنا الخليل إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه جميعا وكان لجد النبي عبد المطلب شأن كبير في مكة وقد نذر نذرا أدهش العرب سأذبح أحدهم نعم يا معشر قريش إن رزقني الله عشرة أبناء سأذبح أحدهم وتزوج عبد المطلب بأربع نسوة ورزقه الله تعالى عشرة أولاد كان من بينهم عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء وقت وفاء النذر ويشاء الله أن يقع الاختيار على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد المطلب إلى عرافة لتجد له فداءة وأخبرته أن يستهم بين عبد الله وعشرة من الإبل على عبد الله على عبد الله سيكون هو الذبيح عبد الله هو الذبيح لا ولدي ولدي وأخذ عبد المطالب يضرب القداح على عبد الله وعلى عشرة من الإبل فإذا خرجت على عبد الله يزيد من الإبل عشرة فلم يزل يفعل ذلك حتى بلغت الإبل مئة فوقعت القرعة عليها فنحرت عنه ومن شدة فرح عبد المطالب قال سنزوج عبد الله بآمنة بنت وهب لنتم الفرحة قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ولكن الأزمات والمحن في مكة لم تتوقف عند ذبح عبد الله ولكن امتدت إلى بيت الله الحرام وهكذا بدأ الصراع في أرض اليمن ليمتد إلى مكة يا وزير يقولون أن للعرب بيتا يقال له البيت الحرام نعم يا أيها الملك أنا أبرهة الحبشي النائب العام للملك النجاشي بنين القليس لتكون بديلا عن البيت الحرام ولكن العرب قلوبهم متعلقة بذلك البيت سأهدمه وتزامن قرار قدوم أبرهة لهدم الكعبة مع وفاة عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم لقد أصابته مصيبة الموت في ولده عبد الله وقدوم أبرهة كان سهلا يسيرا لأن العرب تفرقوا ولم يجتمعوا لقتاله فأصابهم ما أصابهم من عدوهم لماذا لا تجمع قريش أحلافها وتقاتل أبرهة؟ يقولون أن أبرهة جاء بجيش لا قبل للعرب به جيش عرم رم قوامه ستون ألف جندي وتسعة أفيال فانظروا ماذا تفعلون لإن لم يجتمع العرب للدفاع عن بيت الله الحرام أصابنا الله بنوازل لا قبل لنا بها والله ليس فينا من جبان ولا خاء ولكنه الواقع الذي نصادفه لا قبل لنا بجيوش أبرهة وهكذا تفرقت القبائل في قتال أبرهة وقاتلت كل قبيلة عن نفسها فهزمهم حتى وصل إلى مشارف مكة فأخذ مئتي بعير لعبد المطلب بن هاشم لم يكن أبرهة ليفعل هذا لولا الضعف الذي رآه من معشر العرب أنا حباطة الحميابي رسول أبرهة إليك يا سيد قريش ماذا تريد؟ الملك يقول لك إني لم آت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت ولا نحن نريد حربا وما لنا بذلك من طاقة فانطلق معي إلى أبرهة لا تذهب يا سيد قريش وكان عبد المطلب يعرف قوة أبرهة فقرر الذهاب أتى إليك عبد المطلب وخلوا بيني وبين البيت سأهدم الكعبة سأهدمها وبينما هما في الوادي بين المزدلفة وميناء أقبل نفيل بن حبيب فلما وجه الفيل إلى مكة قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال أبرك محمود وارجع راشدا من حيث أتيت فإنك في بلد الله الحرام وترك أذنه فبرك الفيل برك الفيل ولم يقم ليتقدم إلى الكعبة وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال يقوم ويهرول وبينما هم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل لا تصيب أحدا إلا تقطعت أعضاؤه ففروا هاربين يموج بعضهم في بعض أما أبرها فقد رجع وهو يتألم وتتساقط أنامله فلما وصل إلى اليمن إن صدع صدره عن قلبه فهلك لعنه الله للبيت رب يحميه حمدا وشكرا لك يا رب البيت الحرام ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول عودوا إلى دياركم آمنين فلن يجر أظالم بعد اليوم على هدم الكعبة بعد خمسين أو خمسة وخمسين يوما من واقعة الفيل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين لاثنتين عشرة ليلة خلت من ربيع الأول لبيك اللهم لبيك أنقذت بيتك الحرام من الجبابر فرفعت شأن العرب وأعليت قدرهم يا أبتي يا أبتي لقد ولدت آمنة ولدا كالبدر في تمامه النور يملأ وجهه جميل مكمل وهكذا جاء خبر مولده الذي ملأ الكون نورا أضاء المشرق والمغرب كان جد النبي صلى الله عليه وسلم على علم بمولوده فقد أخبره ملك من اليمن أنه سيولد طفل من نسله يحكم العالم وحذره الملك من اليهود ومن قومه حذره من أنهم سيحاولون إذاءه ولكن رب البيت يحميه احرص عليه ولقد سميته محمدا ليكون محمودا في الأرض وفي السماء وعندما ولدت آمنة بنت وهب سيدنا محمدا قالت إنها رأت نورا خرج منها وصل إلى قصور بصرة من أرض الشام يا له من ولد مبارك وكان من عادة العرب أن يرسلوا أبناءهم إلى البادية لقضاء فترة الطفولة الأولى ولما بدأت النساء بالقدوم إلى مكة لأخذ الأطفال جاءت حليمة السعدية مع طفلها الرضيع التي لا تملك ما يسد جوعه يا امرأة بني سعد أنا حليمة ابنة أبي لؤي أريد أن أستردع حفيدي اليتيم عندك وماذا أفعل بيتيم؟ إن ابني هذا يكاد يموت من الجوع يا ويلتي ويا له من ذنب سأعود لهذا اليتيم لعل البركة فيه وهكذا أخذت حليمة الطفل اليتيم وذهبت به مع طفلها إلى البادية وهي حزينة يا حارس يا حارس ماذا يا حليمة؟ لقد أقبل على سديي فشرب حتى شبع وشرب ولدي حتى شبع لقد أخذنا نسمة مباركة والله إني لأرجو ذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة على حليمة وأهلها فشربوا من بعد عطش وطعموا من بعد جوع وأصبحت أغنامهم شبع فحلبوا وشربوا من بركة النبي صلوات الله وسلامه عليه وبعد أن أكمل محمد السنتين حان وقت عودته إلى أمه ولكن بسبب الوباء الذي انتشر في مكة حينها عاد مع حليمة إلى البادية ولكن في صباح يوم يا أبي يا أمي إن أخي القرشي أخذه رجلين عليهم ثياب بيض وشق صدره ما لك يا بني فقال الرسول صلى الله عليه وسلم جاءني رجلان عليهم ثياب بيض فأضجعاني وشق صدري فالتمس شيئا لا أدري ما هو يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله عادت به حليمة إلى أمه ولما وصلت تقول آمنة لحليمة ما أقدمك وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك وخافت حليمة أن تحكي لأمه ما حدث وأصرت آمنة حتى حكت لها حليمة وهي خائفة مذعورة وإني تخوفت عليه من الشيطان وبعد أن عاد إلى مكة سافر مع أمه إلى أخواله بن النجار وقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم مليئة بالأحداث والنبوآت والمعجزات والكرامات والمحن والمنح فلم يكن يدرك أن زيارته مع أمه هي آخر لقاء لها به فقد توفيت وهي عائدة إلى مكة وهكذا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأب والأم لكن الله عز وجل أحاط نبيه بعنايته وأنبته نباتا حسنا لما يريد به كرامته لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَانِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤْوْفُ الرَّحِيمُ فلقد حماه الله تعالى وصانه منذ صغره وطهره من دنس الجاهدية ومن كل عيب وأصبح جده عبد المطلب هو كفيله حدثني أبي أنه يشعر أن أجله يدنو وأنه قلق على محمد وقلت له بأنني سأكفله يا أبا طالب إن لك أطفالا كثيرين وأنت رجل فقير ولكنني أحب محمدا حبا جمّى وأشعر أنه أحب إلي من أولادي يا أبا طالب إن أباك على فراش المرض يرجو رؤيتك ورؤية إخوتك سيدكم من بعدي هو أبا طالب وهو الذي سيكفل محمدا احذروا عليه احذروا عليه من قومه فإن آذوه فانصروه وإن حاربوه فأيّدوه فإنه على الحق وهكذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أعوام مات جده وتحولت كفالته إلى عمه وبدأ النبي في سن العاشرة بالعمل في رعاية الغنم لمساعدة عمه الفقير كرامته وعزة نفسه منعته من أن يأكل في بيت عمه أبي طالب دون أن يساعد عمه وكانت الأغنام التي يرعاها سيد الخلق ليست كغيرها من الأغنام والماشية التي يرعاها غيره فلقد حلت بركته صلى الله عليه وسلم لدرجة أن أهل مكة كلهم تمنوا لو أن النبي رعا لهم ماشيتهم وأغنامهم وكان طعام النبي صلى الله عليه وسلم منذ الفجر وحتى غياب الشمس هو التمر والماء ولما أتم سن الثانية عشر قرر عمه أبو طالب أن يأخذه معه في تجارته إلى الشام وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام وكان الركب قد نزل بصرا وهذه صومعة الراهب بحيرة الذي رأى الرسول من صومعته ورأى غمامة تظله من بين القوم حتى نزلوا في ظل شجرة قريبا منه فنظر الراهب إلى الغمامة وإلى أغصان الشجرة وهي تميل على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده كان يجدها عنده من صفات النبي المنتظر ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه من اليهود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لن يسلم من شرهم فإنه سيكون لابن أخيك شأن عظيم وإذ قال عيسى بن مغيم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين أكد بحيرة لأبي طالب أن ما قاله عبد المطالب هو الحق وأن محمد صلى الله عليه وسلم سيكون له شأن عظيم وأصبح أبو طالب أكثر قلقا على محمد صلى الله عليه وسلم يخاف عليه من إذاء اليهود وأهل مكة وقرر العودة وأخذ أبو طالب يسرع في الوصول إلى مكة خوفا على النبي بعدما حدثه عنه الراهب النصراني وبعد عودته إلى مكة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى الغار فيتعبد ويتأمل ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض ورغم أن النبي كان طفلا ثم صبيا وشابا إلا أنه لم يلهب الباطل إنه الحفظ الإلهي فالله يصنع الرسل على عينه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذبار النجوم يا أبا طالب ما بك يا رجل أنا من زبير جئت أبيع بضاعتي بمكة ولماذا تبكي هكذا العاص بن وائل اشترى البضاعة مني وحبس عني الحق إلى متى هذا الظلم واجتمع سادات قريش للبحث في الأمر واجتمعوا مع بني هاشم وبني عبد المطلب وتيم بن مرة واتفقوا وتعاهدوا في حلف أسموه حلف الفضول على أن لا يجدوا بمكة مظلومة وشهد هذا الحلف رسول الله وقال بعد الرسالة لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث دائما عن القيم وينشرها بين الناس حتى قبل أن يبعث وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وفي مكة كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الناس في مالها وتضاربهم إياه فيأخذون بعض الربح فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أخلاقه وأمانته بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج بمال لها إلى الشام تاجرها فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الزمان انتشر بين العرب بعض العادات كوأد البنات وقتل الأبناء خوفا من الفقر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لا يجري قومه فيما يفعلونه فكان لا يشرب الخمر ولا يأكل مما ذبح على النصب ولا يحضر احتفالات عبادة الأوثان وقد أحاطه الله عز وجل بالحفظ والعناية الإلهية وبعد أن أخذ النبي تجارة خديجة سار بالقافلة إلى الشام وكان معه ميسرة خادم خديجة يتابعه ولما وصل إلى سوق التجارة في الشام ما أجمل هذا الرجل؟ سمح إذا باع ما اسمه يا فتى؟ محمد بن عبد الله هل تعرفه من قبل؟ نعم إنه من بني هاشم وعمه أبو طالب ويعرف بالصادق الأمين لأنه ذو خلق حسن أمين في كل شيء وباع النبي ما باع واشترى ما اشترى ثم أقبل قافلا إلى مكة ومع اشتداد الحرب يرى ميسرة غمامة تضلل النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس ولما وصلت القافلة ذهب ميسرة إلى خديجة يخبرها ما جرى كان محمدا تاجرا ذكيا حسن المعاملة مع التجار ولكن أعجب ما رأيت يا مولاتي خديجة عندما اشتد الحرب ونحن نسير رأيت غمامة تضلله أينما ذهب وذهبت خديجة تسأل ورقة وورقة هذا ابن عم السيدة خديجة وكان نصرانيا وكان قد تتبع الكتب وعلم منها بقدوم نبي لآخر الزمان فلما حكت له خديجة عما قاله لها ميسرة قال لها إنه نبي آخر الزمان وإذ قال عيسى بن مغيم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتأبى عليهم ذلك فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة فذهبت إليه صلى الله عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة فرضي بذلك وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه وعلى إثر ذلك تم الزواج وهنا قررت القبائل التي تسكن مكة هدم الكعبة وإعادة بنائها بسبب تصدعها وهكذا تم العمل ولما انتهوا من البناء اختلفوا فيه من سيضع الحجر الأسود في مكانه نحن من سيضع الحجر الأسود بل نحن من سيضع الحجر الأسود هل تقبلون أن نحكم أول من يدخل علينا؟ لا مانع من ذلك يا ابن المغيرة إنه محمد نعم إنه هو فطلب النبي صلى الله عليه وسلم رداء فوضع الحجر وسطه وطلب من زعماء القبائل أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده الشريفة فوضعه مكانه وهنا بدأت تظهر علامات نبوته وبدأ ينزل عليه الوحي وأول ما بدأ به الوحي هو الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الله إليه الخلاء كان يخلو بغار حراء يتعبد وكان يتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها واشترى سيدنا محمد غلاما وهو زيد بن حارثة ثم أعتقه وخيره بين البقاء معه أو العودة مع أبيه أنا زيد بن حارثة والناس ينادونني بزيد بن محمد لقد اشتراك محمد وخيرك بينه وبين أبيك فاخترت أن أعيش مع محمد لقد وجدت في محمد الوفاء والحنان يا زيد وأصبحت زيد بن محمد وجدت فيه خصالا لم أجدها في أحد غيره وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في الغار يتفكر قال فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من دباج فيه كتاب فقال اقرأ قلت ما أقرأ فقال فغطني به أي ضمني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ماذا أقرأ فغطني به أي ضمني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ماذا أقرأ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وبعد أن جاء جبريل إلى سيدنا محمد في الغار عاد عليه الصلاة والسلام خائفا إلى بيت خديجة وقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الخوف فقالت له خديجة ما بك فأخبرها بما جرى وقال لقد خشيت على نفسي قالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وذهبت خديجة إلى ورقة تقص عليه ما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم فهتف ورقة قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وإنه لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما يقول ورقة وتوالت نزول السور على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما النبي يمشي إذ سمع صوتا فرفع بصره قبل السماء فإذا بجبريل الملك الذي جاءه بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض من هول ما رأى ولما ذهب عنه الخوف ذهب النبي إلى أهله وقال دثروني دثروني فدثروه فأنزل الله تعالى قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا فكان أول من آمن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فلقد صدقت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فخفف الله بها عن نبيه كلما كذبه قومه ساندته وصدقته وأخرجته من أحزانه وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا لمدة ثلاث سنوات وكان أول من آمن من الرجال هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهكذا آمنت أسماء وآمن كل أهل بيت أبي بكر وأخذ النبي يشرح لأبي طالب دعوته إلى توحيد الله وترك عبادة الأصنام وأنه يأتيه الوحي من السماء يا محمد لا أستطيع أن أترك دين أبنائي وأجدادي حتى لا تعيرني العرب يا ابن أخي إني معك أمنعك من قومك إن كذبوك وأؤيدك وأنصرك وبدأت دعوته تنتشر بين أهل مكة وأسلم بلال بن رباح مؤذر الرسول وأسلم من الفتيان علي بن أبي طالب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وأسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه وهكذا كان رجال من قريش يشاهدون ما يحدث مع نبي الله فذهبوا لأميه مولاي أميه ماذا تريد؟ لقد رأيت بلالا وهو جالس مع محمد إن كان هذا صحيحا لأذيقنه العذاب الأليم أين كنت أيها العبد؟ مولاي كنت في الجوار لقد سمعت أنك جلست مع محمد نعم يا مولاي ها؟ لقد آمنت بالله وبنبيه ماذا تقول؟ إن لم ترجع سأذيقك العذاب الأليم لن أرجع يا سيدي فقاموا بتعذيبه ووضعه تحت أشعة الشمس المحرقة أحد أحد أكفر بمحمد نعتقك ونلبسك الحرير والذهب أه أه أحد أحد سينالك العذاب الأليم ارجع إلى آلهتك أحد أحد لن نرحمك حتى تعود يا أسود الوجه أحد 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 أه أه أحد أحد اشترى أبو بكر بلالة وأعتقه وبدأ يدعو أصحابه وأسلم على يد أبي بكر الصديق عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله فكان هؤلاء هم الثمانية الذين سبقوا بالإسلام فصلوا وتصدقوا ومجموعة أخرى من كبار الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم أجمعين وبعد أن بدأ عدد الذين دخلوا في الإسلام يزداد بدأت مخاوف أهل مكة تزداد وقرروا أن يجتمعوا لحل هذه المسألة ماذا نفعل في محمد وأصحابه فلنعرض على أبي طالب أن يسلمنا محمد أو ينازلنا فيكسب أحد الفريقين ابعثوا إلى أبي طالب لنتشاور ولكننا لن نخذل آلهتنا أجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كبثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون حين عرفت قريش أن أبا طالب لن يخذل النبي ابتكروا فكرة غريبة غير مسبوقة ماذا سنفعل مع أبي طالب ومحمد؟ إن قتلناهم أشعلنا نيران الحرب وإن سكتنا ضعنا وضعت هيبتنا ماذا ترى يا أبا سفيان؟ إن محملا جاء بدين يساوي بين السادة والعبيد ويساوي بين الأبيض والأسود ولا يأمر بوأد البنات ولا قتل النفس من إملاق جاءتني فكرة عسى أن يرضى بها أبو طالب ما هي يا ابن المغيرة؟ تعالوا معي يا أبا طالب جئناك بعمارة ابن الوليد أنهدوا فتى في قريش وأجملهم فخذه لك ابنا وأسلم إلينا محمدا أسلم إلينا من خالف دينك ودين آبائك وفرق بين الأبي وابنه أتعطونني ابنكم لأربيه لكم؟ وتعطينا محمدا وأعطيكم ابني لتقتلوه؟ فإنما هو رجل برجل والله لبئس المساومة لقد أنصفناك يا أبا طالب والله ما أنصفتموني فاصنعوا ما بدى لكم وذهب أبو طالب لابن أخيه يخبره بما قام به رؤساء قريش يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كلاما فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني ما لا أطيق فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خذله وأسلمه وأنه لن ينصره فقال صلى الله عليه وسلم يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته ثم بكى صلى الله عليه وسلم وبكى أبو طالب وقال يا محمد أقبل أقبل يا ابن أخي اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لهم أبدا إنما يفعله محمد كذب وضلال يا أب الحكم نعم وقد قلاه ربه لو انتشر دينه وسوى بين السادة والعبيد لا لكن لا تقلق فأبو لهب له بالمرصاد وقرروا تعذيب كل من دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم ليردوهم إلى دين آبائهم ولكن دون جدوى واستمر التعذيب والتنكيل بعباد الله المؤمنين ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم قل إن اللات إلهك من دون الله لا إله إلا الله وكان آل ياسر من المستضعفين فكان المشركون ينزلون بهم العذاب الشديد بلا شفقة ليرجعوا عن دينهم فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة آه سمية وزوجها وابنها عمار دعوهم لي أنا وكانت سمية أول شهيدة في الإسلام وهكذا تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم الأذى مع أصحابه الصابرين المحتسبين ثم جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة وخرج إلى جبل الصفا فنادى على قومه يا بني فهر يا بني عدي حتى اجتمعوا فجاءه أبو لهب وقريش فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ نعم ما جربنا عليك إلا الصدق نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد تباً لك تباً لك لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله قوله تعالى تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ولم يكف المشركون عن التشكيك في القرآن والتشكيك في صدق النبوة والتشكيك في الوحي وتحريض قريش على محمد ومن معه وهو الوليد بن المغيرة يقول في القرآن ما أدخله في الوعيد يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر محمد نقول للناس إنه كاهن والله ما هو بكاهن نقول إنه مجنون نقول شاعر لقد عرفنا الشعر كله وما هو بشاعر نقول ساحر وماذا تقول أنت يا أبا الوليد أقرب القول أن نقول ساحر فنزل فيه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وانطلق القوم يشوهون الإسلام ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر إنه لساحر يفرق بين المرء وزوجه لا تتبع دين محمد ولكن النبي لم يترك دعوته وحاول بكل الطرق دعوة الناس للإسلام وترك عبادة الأصنام فكان يذهب للأسواق وفي سوق عكاض يقف النبي مع التجار يدعوهم إلى الهدى وترك عبادة الأصنام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا تصدقوا محمدا لا تتبعوا إنه ساحر وإنه صاب ويدخل إليهم في منازلهم ليدعوهم إلى الهدى ويبشرهم وينذرهم لقاء ربهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله واستمر مكر قريش للنبي واستهزائهم به ومحاربته ماذا نفعل في محمد وأصحابه نسخر منه ونحقر من شأنه نستهزئ به ونكذبه نقول عن القرآن أساطير الأولين ثم نغري محمدا بالمال والملك وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِلَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عَتُلِّمٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْضُومِ ومن سيقوم بهذه المهمة؟ عطبة بن ربيعة فلنذهب إليه يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد لأكلمه؟ اعرض عليه المال والملك يا بن ربيعة قم إليه يا أبا الوليد فكلمه لابد أن نقضي على هذه الدعوة وبأي ثمن ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد حتى جاءه عطبة بن ربيعة يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة والمكانة في النسب ورسول الله يستمع إليه بكل هدوء وترحاب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم فاسمع مني أمورا أعرضها عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع إن كنت تريد المال جعلناك أكثرنا مالا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع لعتبة وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كنت مريضا طلبنا لك الطب حتى نبرئك من مرضك حتى إذا فرغ عتبة والنبي يستمع منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد فرغت يا أبا الوليد نعم قال النبي فاسمع مني أفعل فتل النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وغيل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخال فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضه فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مروة وإليه ترجعون ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك ما هذا الكلام الذي يتلوه محمد والله ما سمعت بمثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة واللات والعزة لقد جاء قطبة بن ربيع بوجه غير الذي ذهب به يا معشر قريش خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه سحرك والله يا أبا الوليد سحرك بلسانه بعد أن فشلت كل محاولاتهم في رده عن دعوته عرضت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا جديدا لعله يترك دعوته لقد عرضنا على محمد أن نعبد إلهه عاما ويعبد إلهنا عاما فأبا وعرضنا عليه أن نعبد ما يعبد وأن يعبد ما نعبد فأبا ونزلت بعدها سورة الكافرون ردا على مطالبهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين الركنين اليماني والأسود جاءه أبو جهل يحمل حجرا كبيرا سأقتل محمدا وهو ساجد في صلاته بعد محاولة أبي جهل قتل النبي وهو في صلاته عاد خائفا مما رأى ماذا بك يا أبا الحكم قمت إليه لأفعل به ما قلت فماذا حدث فلما دنوت من محمد رأيت فحل من الإبلي ما رأيت مثله من قبل هم به وكاد أن يأكلني إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير واستمر أهل مكة في دخول الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أمور دينهم ويحثهم على الصبر وظل الوحي يتنزل بالقرآن تباعه وبدأت الدعوة في الانتشار حتى دخلت بيت أبي طالب وأسلمت زوجته فاطمة سبحان الله وبالحمده سبحان الله العظيم فاطمة زوجي الحبيب أراك تقولين مثل ما يقول أصحاب ابن أخي لقد أسلمت كما أسلم علي ابني يا أبا طالب نست وحدك من أسلم فلقد أسلم أخي حمزة وقد كان لإسلام حمزة واقعة عجيبة وكان رسول صلى الله عليه وسلم عند الصفاء فمر أبو جهل ونال من النبي وشتمه وعاب دينه وواجهه قائلا ماذا تفعل يا من تكذب على قومك وتبحث عن الشهرة وكان حمزة عائدا من صيد الله يمسك بقوسه فقابلتهم رأة كانت قد رأت هذا الموقف فنادت مولاي حمزة فقال لها حمزة ماذا بك فحكت له المرأة ما حدث من أبي جهل تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو جهل لا يزال يهزأ بالرسول ويسبه أمام الناس رأيتم رأيتم ماذا فعلت بمحمد نعم لقد أهنته يا أبا الحكم دعوا حمزة فإني قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا فرد عليه حمزة أتسب محمدا وأنا على دينه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فعرفت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا وهكذا بدأ الإسلام بالقوة والانتشار ولكن قريشا لم تتوقف عن إذاء المسلمين وانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم لفترة أصيب النبي فيها بالحزن وكان انقطاع الوحي ليذهب ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم من الروع والخوف فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح نبيا معرفة اليقين كان يصعد إلى رؤوس الجبال حزينة فيتبدى له جبريل فيقول يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع وتكرر هذا كثيرا حتى عاد الوحي ثم نزلت سورة الضحى والتي ردت على الكافرين الذين قالوا إن رب محمد قلاه وتركه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث يا عتبة سمعا وطاعة لك يا أبي يا عتيبة تأمر يا أبي رأسي ورأساكما حرام إن لم تطلق ابنتي محمد سأطلق رقية الآن فلن تكون لي زوجة مادام أبوهما يسب آلهتنا فأم كلثوم طالق حتى يعرف محمد ما يفعل بنا ولم يقتصر الإيذاء على أبي لها بن وابنيه وإنما زوجته أيضا ها هي القاذرات والأشواك قد وضعتها في طريق محمد فلعلها تصيبه فتؤذيه أو لعلها تكون السبب في هلاكه حتى نستريح منه ومما يزعمه أين أنت يا محمد أين أنت ويمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم ولا يعلق فهو مهتم بالدعوة لا بأعدائها مصمم على هدفه في توصيل وإبلاغ الحق للناس كافة ونزلت سورة المسد في أبي لهب وزوجته تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ولما سمعت أم جميل زوجة أبي لهب بما جاء في حقها في سورة المسد أخذت حجرا وذهبت تبحث عن رسول الله واستمرت في البحر حتى وجدته في المسجد يا أبا بكر يا أبا بكر أين صاحبك لقد بلغني أنه يهجوني فبلغه عني مزمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فقال أبا بكر يا رسول الله أما تراها تراك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأتني لقد أخذ الله ببصرها عني وفيها نزل قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويربيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وكانت بداية الإشارات في أواسط وأواخر السنة الرابعة من النبوة ثم اشتدت في السنة الخامسة ونزلت سورة الزمر وفيها الإشارة إلى الهجرة وأمر رسول الله المسلمين بالهجرة إلى الحبشة فقال لهم النبي لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه فخرج عند ذلك المسلمون مخافة الفتنة وفرارا بدينهم وبدأت فكرة الهجرة تأخذ طريقها إلى الدعوة وفي رجب سنة خمس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة وكان مكونا من اثني عشر رجلا وأربع نسوة وكان رئيسهم عثمان بن عفان ومعه السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهم السلام وكانت الصدمة لأهل قريش لما وصلهم خبر هجرة الصحابة إلى الحبشة والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون كيف هاجر هؤلاء الصابئون إلى الحبشة؟ كيف؟ خدعونا وتسللوا في ظلام الليل يا لها من فضيحة ستعايرنا بها العرب سنرسل في طلبهم من النجاشي وإذن من نرسل إلى الحبشة ليأتينا بهؤلاء المارقين؟ عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيع ولما أمن النجاشي المسلمين على دينهم وعبادتهم لحق بهم كثير من المسلمين ومنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين حتى بلغ عدد المسلمين المهاجرين إلى الحبشة ثلاثة وثمانين رجلا وذهب عمر بن العاص وصاحبه لملك الحبشة يسألونه أن يعيد معهم من هاجر من الصحابة شكرا لكما على هداياكم أيها الملك إنه قد جاء إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا دينك فأسلمهم إلينا لا والله لا أسلمهم إليكما فقد وثقوا بي ولنضيعهم ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولما علم الصحابة في الحبشة بخبر قدوم عمر بن العاص لأخذهم لقد جاء عمر بن العاص ليأخذنا ولو رجعنا إلى مكة لن نرى خيرا قط وماذا سيفعل معنا الملك النجاشي فليذهب معنا جعفر بن أبي طالب ما هذا الدين الذي فارقتم به دينكم ولم تدخلوا في ديني فتقدم له جعفر بن أبي طالب وقال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش حتى بعث الله إلينا رسولا منا أمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا وأن نؤدي الأمانات ونهانا عن الفواحش وقول الزور ثم عدد عليه أمور الإسلام من صلاة وعفاف وعدل وصلة أرحام ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هل معك شيء مما جاء به عن ربه؟ فقال جعفر نعم فقرأ عليه فقرأ عليه ما تيسر من سورة مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيل ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبروا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فبكى النجاشي حتى ابتلت لحيته وبكت أساقفته حتى ابتلت صحفهم إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة انطلق فلا والله لا أسلمهم إليكما الحمد لله رب العالمين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يا مولاي إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيمة ماذا يقول نبيكم عن عيسى بن مريم فتقدم إليه جعفر بن أبي طالب فقال جعفر بن أبي طالب هو عبد الله ورسوله وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول فأخذ النجاشي عودا من الأرض وخط خطا عليها وقال ما عدا عيسى ما قلت فأمن المسلمون على أنفسهم ورد إلى رسولي قريش الهدايا فخرج من عنده مخذولين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وما زال الله يعز الإسلام والمسلمين فانظروا معي من أسلم إنه رجل ليس ككل الرجال القوة والعدل والزهد مع ما كانت عليه قريش من عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي قد دعاه وقال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشاب فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت بداية قصة إسلامه أن قرر عمر بن الخطاب قتل النبي فأخذ سيفه وبدأ يمشي باحثا عنه فأخبروه بإسلام أخته وزوجها فذهب إليهما طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وعرفوا أن عمر بالباب ودخل عمر عليهم غاضبا وقال لهم ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم قال سعيد يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك فوثب عمر على سعيد فضربه وأوقعه أرضاء يا عمر إن الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلما رأى عمر الدم استحى وقال أعطوني هذا الكتاب فأقرأه إنك رجز فقم واختسل فقام عمر فاغتسل ثم جاء فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلاة فقال ما أحسن هذا الكلام دلني على محمد ووقف الخباب مختبئاً يسمع عمر وهو يقرأ يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد اختصك بدعوة نبيه فإنني قد سمعته أمس وهو يقول اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك أبي الحكم بن هشام أو عمر بن الخطاب فالله الله يا عمر فقال له عمر فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم هو في بيت عند الصفة معه نفر من أصحابه وخرج عمر متوشحاً سيفة حتى أتى الدار فقام رجل من الصحابة فنظر من خلال الباب فرأى عمر فتراجع خائفة فأتى سيدنا حمزة فقال ما لكم فقال عمر فقال ما به افتحوا الباب فإن أراد خيراً بدلناه له وإن أراد شراً قتلناه بسيفه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالداخل ففتح الباب فخرج إلى عمر فلقيه في الحجرة فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه ثم جذبه جذبة شديدة فقال صلى الله عليه وسلم أما أنت منتهن يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة اللهم هذا عمر بن الخطاب اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله وأعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب مع حمزة بن عبد المطلب وبدأ الإسلام ينتشر في القبائل وذهب عمر إلى أبي جهل ينذره وضرب عمر على باب أبي جهل ينذره أهلا أهلا ومرحبا بابن أختي ما الذي جاء بك؟ فقال عمر جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد فغضب أبو جهل وأغلق الباب في وجه عمر بن الخطاب كانت من أعظم قصص التوبة قصة ماعز بن مالك حيث جاء ماعز بن مالك إلى النبي يا رسول الله طهرني فقال الرسول ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه يا رسول الله طهرني يا رسول الله فقال النبي مثل ذلك حتى كانت الرابعة قال له الرسول مما أطهرك؟ قال من الزنا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبيه جنون فأخبر أن ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ نعم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة وسعتها واشتد غضب القريش بعد ازدياد عدد المسلمين واتخذوا قرارهم لابد أن نحاصر المسلمين كيف يا بلاب كيف نكتب صحيفة نتعاهد فيها على بني هاشم وبني عبد المطلب لا ننكح إليهم ولا نبيعهم شيئا ولا نشتري فلنعلق الصحيفة في جوف الكعبة يا بغيض اكتب أننا لا ننكح ولا نبايع ولا نجالس بني هاشم وبني عبد المطلب وعلقوها في جوف الكعبة واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضررا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال وقال الذين كفروا فهي أصبعوا فهي يخلقون ويخلقون ويخلقون وخرج المسلمون إلى شعاب مكة يحاصرهم أهل مكة فلا طعام ولا شراب لكنه الصبر على البلاء وتحمل الجوع والعطش ليقضي الله أمرا كان مفعولا وتمر الأيام والسنوات وتمكن التعب والجوع من أصحاب محمد ولكنهم ما زالوا صابرين عسى أن يجعل الله لهم فرجا وقد استمر المشركون في تكذيب محمد فذهب أبي بن خلف إلى النبي وقال يا محمد إنك تزعم أن الله يبعث هذا بعد أن أرم ثم فتته في يده ثم نفخه في الريح في موقف سجله التاريخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا أقول ذلك يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هذا ثم يدخلك الله النار فأنزل الله قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مضوة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وأما عن القصص النبوي الشريف فقد كان هناك رجل فقير لا يعمل فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد مالا يا رسول الله فسأله النبي هل تعمل؟ لا فسأله النبي هل عندك شيء في بيتك؟ عندي كساء نلبس بعضه ونضع بعضه على الأرض لنجلس عليه وعندي أيضا إناء نشرب فيه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى بيته وأن يحضر الإناء والكساء ماذا تفعل؟ أمرني رسول الله أن آتي بالكساء والإناء سمعا وطاعة لرسول الله فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لمن حوله من أصحابه من يشتري هذا الكساء ومن يشتري هذا الإناء أنا اشتريهما يا رسول الله بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم وأنا اشتريهما بدرهمين فوافق النبي وأخذ الدرهمين وأعطاهما للرجل الفقير ما أصنع بهذين الدرهمين يا رسول الله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري بالدرهم الأول طعاما لزوجته وأولاده وأن يشتري بالدرهم الثاني قدوما وماذا أصنع بهذا القدوم يا رسول الله فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم تذهب وتجمع الحطب ثم تبيعه في السوق وتفعل ذلك كل يوم وأريد أن أراك بعد خمسة عشر يوما وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقد فعل الرجل ما أمره النبي به وعاد بعد نهاية المدة عاد الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول وماذا صنعت في الأيام الماضية ذهبت يا رسول الله وجمعت الحطب ثم بعته وكسبت عشرة دراهم فقال له النبي هذا خير من أن تطلب مالا من الناس وبدأت عودة مهاجر الحبشة إلى مكة عندما وصلهم بالخطأ أن أهلها قد أسلموا فلما دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفية لقد خدعنا ولم يسلم أهل مكة حتى الآن لابد لنا أن ندخل بجوار من أهلنا سأدخل بجوار من خالي أبي طالب يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأهلك في الشعاب جوعة؟ ويحك يا هشام ماذا أصنع وأنا رجل واحد؟ أنا معك هيا ننقض الصحيفة وننقض محمدا والذين معه والله إني لا أوافق قريشا على هذا الظلم أبدا فهيا إلى المطعم بن عدي لننقض الصحيفة يا أهل مكة أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وبن هاشم هلكة فلنشق الصحيفة كذبت والله يا زهير لا تشق أنت والله الأجذب فمعرضين كتابتها حين كتبت صدق زمعة لا نرضى بما فيها من ظلم لمحمد وأصحابه وقد أطلع الله رسوله على أمر الصحيفة وأنه قد أرسل عليها الأرض فأكرت جميع ما فيها من قطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل فخرج أبو طالب إلى قريش يخبرهم بهذا يا معشر قريش أخبركم بأن محمدا أخبرني عن ربه أن الصحيفة الآن ممزق ما فيها من ظلم وجور فلنذهب إلى الصحيفة لنراها نعم فلنذهب هيا فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ودخلوا الكعبة ليتأكدوا مما قاله محمد صدق محمد وكذبت قريش صدق محمد وكذبت قريش وخرج المسلمون من الشعاب ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الكفار آية عظمى من آيات النبوة ولكنهم ما زالوا في تكبرهم يجهلون واستمر عم النبي أبو طالب بالدفاع عنه حتى بدأت آثار المرض تظهر عليه وأحس بقرب أجله شفاك الله يا أبا طالب آه أشعر بقرب نهايتي يا فاطمة لست أخشى على نفسي يا فاطمة إنما محمد محمد له ربه يا أبا طالب فأسلم أسلم يا أبا طالب أسلم ينجيك الله من عذاب أليم واجتمع كبار قريش عند أبي طالب ليقنع النبي بترك دعوته فرفض النبي فقال عمه سأمنع قريش من أن تظهر على ابن أخيه فامضي محمد في دعوتك كما أمرت فلما قالها طمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسلامه فجعل يقول أي عم فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة ومن القصص النبوي أن رجلا من إراش قدم بإبل إلى مكة فباعها لأبي جهل فما طله بأثمانها يا معشر قريش هل من رجل ينصرني على أبي الحكم بن هشام فإني رجل غريب وقد غلبني على حقي فأرشدوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يهزأون فأقبل الإراشي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقام معه النبي متجها إلى باب أبي جهل من هذا؟ فقال محمد فاخرج إلي فخرج أبو جهل وقد انتقع لونه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذا الرجل حقه نعم لا تبر حتى أوطيه الذي له ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقال للإرشي الحق بشأنك جزاه الله خيرا فقد والله أخذ لحقي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين واقترب أجل أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وحاميه سيفقد النبي صلى الله عليه وسلم سنده من الناس فلقد ألحى المرض بأبي طالب ووافته المنية في رجب سنة عشر من النبوة بعد خروج المسلمين من الشعاب بستة أشهر دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطالب؟ يا أبا طالب أتترك دين الآباء؟ ألا يكفيك أنك دفعت عن محمد ودينه؟ أترضى أن تموت؟ وأنت على غير ملة عبد المطالب؟ وظل يحدثانه حتى قال ما يريدوه بل 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 على ملتي عبد المطالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار أم النبي بدأت قريش بإيذائه والسخرية منه لقد مات أبو طالب هلك من كان يحميك يا محمد وبعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو ثلاثة توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وفي الصحيح عن أبي هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق خديجة آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها ومن شدة الحزن والآلام في هذا العام سماه النبي عام الحزن وقد ماتت خديجة والنبي في الخمسين من عمره فتزوج بعدها بسودة بنت زمعة في السنة العاشرة من النبوة وما زالت قريش تكذب النبي وتطلب المعجزات ليثبتوا للناس كذبه بعد أن زاد عدد المسلمين انتشرت دعوة محمد ولابد من القضاء عليها لابد من التشكيك في دعوته ماذا نفعل؟ نطلب منه أشياء يعجز عن فعلها فكر معي يا أبا عدب نقول له لكي نؤمن به لابد أن يرينا معجزة أو آية تدل على أنه نبي آه أية معجزة يا أبا عدب نقول له أن يشق لنا القمر تفكير صائب وبذلك يعجز عن تنفيذها ونقضي على دعوته فذهبوا إليه وقالوا يا محمد شق لنا القمر نريد أن نرى آية تدل على نبوتك قال صلى الله عليه وسلم إن فعلت هذا تؤمنون؟ قالوا نعم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يشق لهم القمر فاستجاب الله لدعاء نبيه وشق له القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر ما هذا؟ سحرنا محمد سحرنا محمد لن نؤمن بك يا محمد مهما جرى على يديك من معجزات وأعرضوا بعدما رأوا من المعجزات ونزل قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر من هنا بدأت السيرة النبوية الشريفة من مكة كان صلى الله عليه وسلم عظيم النسب الشريفة هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ويمتد نسبه الشريف إلى سيدنا إسماعيل ابن سيدنا الخليل إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه جميعا وكان لجد النبي عبد المطلب شأن كبير في مكة وقد نذر نذرا أدهش العرب سأذبح أحدهم نعم يا معشر قريش إن رزقني الله وعشرة أبناء سأذبح أحدهم وتزوج عبد المطلب بأربع نسوة ورزقه الله تعالى عشرة أولاد كان من بينهم عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء وقت وفاء النذر ويشاء الله أن يقع الاختيار على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد المطلب إلى عرافة لتجد له فداء وأخبرته أن يستهم بين عبد الله وعشرة من الإبل على عبد الله على عبد الله سيكون هو الذبيح عبد الله هو الذبيح لا ولدي ولدي وأخذ عبد المطلب يضرب القداح على عبد الله وعلى عشرة من الإبل فإذا خرجت على عبد الله يزيد من الإبل عشرة فلم يزل يفعل ذلك حتى بلغت الإبل مئة فوقعت القرعة عليها فنحرت عنه ومن شدة فرح عبد المطلب قال سنزوج عبد الله بآمنة بنت وهب لنتم الفرحة قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ولكن الأزمات والمحن في مكة لم تتوقف عند ذبح عبد الله ولكن امتدت إلى بيت الله الحرام وهكذا بدأ الصراع في أرض اليمن ليمتد إلى مكة يا وزير اقولون أن للعرب بيتا يقال له البيت الحرام نعم يا أيها الملك أنا أبرهة الحبشي النائب العام للملك النجاشي بنينا القليس لتكون بديلا عن البيت الحرام ولكن العرب قلوبهم متعلقة بذلك البيت سأهدمه وتزامن قرار قدوم أبرهة لهدم الكعبة مع وفاة عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم لقد أصابته مصيبة الموت في ولده عبد الله وقدوم أبرهة كان سهلا يسيرا لأن العرب تفرقوا ولم يجتمعوا لقتاله فأصابهم ما أصابهم من عدوهم لماذا لا تجمع قريش أحلافها وتقاتل أبرهة؟ يقولون أن أبرهة جاء بجيش لا قبل للعرب به جيش عرم رم قوامه ستون ألف جندي وتسعة أفيال فانظروا ماذا تفعلون؟ لإن لم يجتمع العرب للدفاع عن بيت الله الحرام أصابنا الله بنوازل لا قبل لنا بها والله ليس فينا من جبان ولا خاء ولكنه الواقع الذي نصادفه لا قبل لنا بجيوش أبرهة وهكذا تفرقت القبائل في قتال أبرهة وقاتلت كل قبيلة عن نفسها فهزمهم حتى وصل إلى مشاري في مكة فأخذ مئتي بعير لعبد المطلب بن هاشم لم يكن أبرهة ليفعل هذا لولا الضعف الذي رآه من معشر العرب أنا حباطة الحميابي رسول أبرهة إليك يا سيد قريش ماذا تريد؟ الملك يقول لك إني لم آذي لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت ولا نحن نريد حربا وما لنا بذلك من طاقة فانطلق معي إلى أبرهة لا تذهب يا سيد قريش وكان عبد المطلب يعرف قوة أبرهة فقرر الذهاب أتى إليك عبد المطلب سيد قريش فليتفضل أريد إبلي أيها الملك تريد إبلك أتيت لأهدم بيتكم البيت الحرام كما تسمونه وتقول أريد إبلي نعم أريد إبلي فأنا رب الإبل والبيت للبيت رب يحميه يا حباطة أعطه إبله أمرك يا مولاي وخلوا بيني وبين البيت سأهدم الكعبة سأهدمها وبينما هما في الوادي بين المزدلفة ومنا أقبل نفيل بن حبيب فلما وجه الفيل إلى مكة قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال أبرك محمود وارجع راشدا من حيث أتيت فإنك في بلد الله الحرام وترك أذنه فبرك الفيل برك الفيل ولم يقم ليتقدم إلى الكعبة وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال يقوم ويهرول وبينما هم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل لا تصيب أحدا إلا تقطعت أعضاؤه ففروا هاربين يموج بعضهم في بعض أما أبرها فقد رجع وهو يتألم وتتساقط أنامله فلما وصل إلى اليمن إن صدع صدره عن قلبه فهلك لعنه الله للبيت رب يحميه حمدا وشكرا لك يا رب البيت الحرام ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول عودوا إلى دياركم آمنين فلن يجر أظالم بعد اليوم على هدم الكعبة بعد خمسين أو خمسة وخمسين يوما من واقعة الفيل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين لاثنتين عشرة ليلة خلت من ربيع الأول لبيك اللهم لبيك أنقذت بيتك الحرام من الجبابرة فرفعت شأن العرب وأعليت قدرهم يا أبتي يا أبتي لقد ولدت آمنة ولدا كالبدر في تمامه النور يملأ وجهه جميل مكمل وهكذا جاء خبر مولده الذي ملأ الكون نورا أضاء المشرق والمغرب كان جد النبي صلى الله عليه وسلم على علم بمولوده فقد أخبره ملك من اليمن أنه سيولد طفل من نسله يحكم العالم وحذره الملك من اليهود ومن قومه حذره من أنهم سيحاولون إذاءه ولكن رب البيت يحميه احرص عليه ولقد سميته محمدا ليكون محمودا في الأرض وفي السماء وعندما ولدت آمنة بنت وهب سيدنا محمدا قالت إنها رأت نورا خرج منها وصل إلى قصور بصرة من أرض الشام يا له من ولد مبارك وكان من عادة العرب أن يرسلوا أبناءهم إلى البادية لقضاء فترة الطفولة الأولى ولما بدأت النساء بالقدوم إلى مكة لأخذ الأطفال جاءت حليمة السعدية مع طفلها الرضيع التي لا تملك ما يسد جوعه يا امرأة بني سعد أنا حليمة ابنة أبي لؤي أريد أن أستردع حفيدي اليتيمة عندك وماذا أفعل بيتيم؟ إن ابني هذا يكاد يموت من الجوع يا ويلتي ويا له من ذنب سأعود لهذا اليتيم لعل البركة فيه وهكذا أخذت حليمة الطفل اليتيم وذهبت به مع طفلها إلى البادية وهي حزينة يا حارس يا حارس ماذا يا حليمة؟ لقد أقبل على سديي فشرب حتى شبع وشرب ولدي حتى شبع لقد أخذنا نسمة مباركة والله إني لا أرجو ذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة على حليمة وأهلها فشربوا من بعد عطش وطاعموا من بعد جوع وأصبحت أغنامهم شبعا فحلبوا وشربوا من بركة النبي صلوات الله وسلامه عليه وبعد أن أكمل محمد السنتين حان وقت عودته إلى أمه ولكن بسبب الوباء الذي انتشر في مكة حينها عاد مع حليمة إلى البادية ولكن في صباح يوم يا أبي يا أمي إن أخي القرشي أخذه رجلين عليهم ثياب بيض وشق صدره ما لك يا بني فقال الرسول صلى الله عليه وسلم جاءني رجلان عليهم ثياب بيض فأضجعاني وشق صدري فالتمس شيئا لا أدري ما هو يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله عادت به حليمة إلى أمه ولما وصلت تقول آمنة لحليمة ما أقدمك وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك وخافت حليمة أن تحكي لأمه ما حدث وأصرت آمنة حتى حكت لها حليمة وهي خائفة مذعورة وإني تخوفت عليه من الشيطان وبعد أن عاد إلى مكة سافر مع أمه إلى أخواله بن النجار وقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم مليئة بالأحداث والنبوآت والمعجزات والكرامات والمحن والمنح فلم يكن بدرك أن زيارته مع أمه هي آخر لقاء لها به فقد توفيت وهي عائدة إلى مكة وهكذا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأب والأم لكن الله عز وجل أحاط نبيه بعنايته وأنبته نباتا حسنا لما يريد به كرامته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما فلقد حماه الله تعالى وصانه منذ صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب وأصبح جده عبد المطلب هو كفيله حدثني أبي أنه يشعر أن أجله يدنو وأنه قلق على محمد وقلت له بأنني سأكفله يا أبا طالب إن لك أطفال كثيرين وأنت رجل فقير ولكنني أحب محمدا حبا جمى وأشعر أنه أحب إلي من أولادي يا أبا طالب إن أباك على فراش المرض يرجو رؤيتك ورؤية إخوتك سيدكم من بعد هو أبو طالب وهو الذي سيكفل محمد إحذروا عليه إحذروا عليه من قومه فإن آذوه فانصروه وإن حاربوه فأيدوه فإنه على الحق وهكذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أعوام مات جده وتحولت كفالته إلى عمه وبدأ النبي في سن العاشرة بالعمل في رعاية الغنم لمساعدة عمه الفقير كرامته وعزة نفسه منعته من أن يأكل في بيت عمه أبي طالب دون أن يساعد عمه وكانت الأغنام التي يرعاها سيد الخلق ليست كغيرها من الأغنام والماشية التي يرعاها غيره فلقد حلت بركته صلى الله عليه وسلم لدرجة أن أهل مكة كلهم تمنوا لو أن النبي رعا لهم ماشيتهم وأغنامهم وكان طعام النبي صلى الله عليه وسلم منذ الفجر وحتى غياب الشمس هو التمر والماء ولما أتم سن الثانية عشر قرر عمه أبو طالب أن يأخذه معه في تجارته إلى الشام وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام وكان الركب قد نزل بصرا وهذه صومعة الراهب بحيرة الذي رأى الرسول من صومعته ورأى غمامة تظله من بين القوم حتى نزل في ظل شجرة قريبا منه فنظر الراهب إلى الغمامة وإلى أغصان الشجرة وهي تميل على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده كان يجدها عنده من صفات النبي المنتظر ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه من اليهود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لن يسلم من شرهم فإنه سيكون لابن أخيك شأن عظيم وإذ قال عيسى بن مغيم بالبينات قالوا هذا سحر مبين أكد بحيرة لأبي طالب أن ما قاله عبد المطالب هو الحق وأن محمد صلى الله عليه وسلم سيكون له شأن عظيم وأصبح أبو طالب أكثر قلقا على محمد صلى الله عليه وسلم يخاف عليه من إذاء اليهود وأهل مكة وقرر العودة وأخذ أبو طالب يسرع في الوصول إلى مكة خوفا على النبي بعدما حدثه عنه الراهب النصراني وبعد عودته إلى مكة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى الغار فيتعبد ويتأمل ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض ورغم أن النبي كان طفلا ثم صبيا وشابا إلا أنه لم يله بالباطل إنه الحفظ الإلهي فالله يصنع الرسل على عينه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذبار النجوم يا أبا طالب ما بك يا رجل أنا من زبير جئت أبيع بضاعتي بمكة ولماذا تبكي هكذا العاص بن وائل اشترى البضاعة مني وحبس عني الحق إلى متى هذا الظلم واجتمع سادات قريش للبحث في الأمر واجتمعوا مع بني هاشم وبني عبد المطالب وتيم بن مرة واتفقوا وتعاهدوا في حلف أسموه حلف الفضول على أن لا يجدوا بمكة مظلومة وشهد هذا الحلف رسول الله وقال بعد الرسالة لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث دائما عن القيم وينشرها بين الناس حتى قبل أن يبعث وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وفي مكة كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الناس في مالها وتضاربهم إياه فيأخذون بعض الربح فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أخلاقه وأمانته بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج بمال لها إلى الشام تاجرها فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الزمان انتشر بين العرب بعض العادات كوأد البنات وقتل الأبناء خوفا من الفقر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لا يجري قومه فيما يفعلونه فكان لا يشرب الخمر ولا يأكل مما ذبح على النصب ولا يحضر احتفالات عبادة الأوثان وقد أحاطه الله عز وجل بالحفظ والعناية الإلهية وبعد أن أخذ النبي تجارة خديجة سار بالقافلة إلى الشام وكان معه ميسرة خادم خديجة يتابعه ولما وصل إلى سوق التجارة في الشام ما أجمل هذا الرجل؟ سمح إذا باع ما اسمه يا فتى؟ محمد بن عبد الله هل تعرفه من قبل؟ نعم إنه من بني هاشم وعمه أبو طالب ويعرف بالصادق الأمين لأنه ذو خلق حسن أمين في كل شيء وباع النبي ما باع واشترى ما اشترى ثم أقبل قافلا إلى مكة ومع اشتداد الحرب يرى ميسرة غمامة تضلل النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس ولما وصلت القافلة ذهب ميسرة إلى خديجة يخبرها ما جرى كان محمدا تاجرا ذكيا حسن المعاملة مع التجار ولكن أعجب ما رأيت يا مولاتي خديجة عندما اشتد الحرب ونحن نسير رأيت غمامة تضلله أينما ذهب وذهبت خديجة تسأل ورقة وورقة هذا ابن عم السيدة خديجة وكان نصرانيا وكان قد تتبع الكتب وعلم منها بقدوم نبي لآخر الزمان فلما حكت له خديجة عما قاله لها ميسرة قال لها إنه نبي آخر الزمان وإذ قال عيسى بن مغيم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتأبى عليهم ذلك فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة فذهبت إليه صلى الله عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة فرضي بذلك وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه وعلى إثر ذلك تم الزواج وهنا قررت القبائل التي تسكن مكة هدم الكعبة وإعادة بنائها بسبب تصدعها وهكذا تم العمل ولما انتهوا من البناء اختلفوا فيه من سيضع الحجر الأسود في مكانه نحن من سيضع الحجر الأسود بل نحن من سيضع الحجر الأسود هل تقبلون أن نحكم أول من يدخل علينا؟ لا مانع من ذلك يا ابن المغيرة إنه محمد نعم إنه هو فطلب النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فوضع الحجر وسطه وطلب من زعماء القبائل أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده الشريفة فوضعه مكانه وهنا بدأت تظهر علامات نبوته وبدأ ينزل عليه الوحي وأول ما بدأ به الوحي هو الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الله إليه الخلاء كان يخلو بغار حراء يتعبد وكان يتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها واشترى سيدنا محمد غلاما وهو زيد بن حارثة ثم أعتقه وخيره بين البقاء معه أو العودة مع أبيه أنا زيد بن حارثة والناس ينادونني بزيد بن محمد لقد اشتراك محمد وخيرك بينه وبين أبيك فاخترت أن أعيش مع محمد لقد وجدت في محمد الوفاء والحنان يا زيد وأصبحت زيد بن محمد وجدت فيه خصالا لم أجدها في أحد غيره وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في الغار يتفكر قال فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من دباج فيه كتاب فقال اقرأ قلت ما أقرأ فقال فغطني به أي ضمني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ماذا أقرأ فغطني به أي ضمني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ماذا أقرأ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وبعد أن جاء جبريل إلى سيدنا محمد في الغار عاد عليه الصلاة والسلام خائفا إلى بيت خارفا خديجة وقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الخوف فقالت له خديجة ما بك فأخبرها بما جرى وقال لقد خشيت على نفسي قالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا نِصْفَهُ أَوْ يُنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَأً وَأَقَوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتِيلًا وذهبت خديجة إلى ورقة تقص عليه ما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم فهتف ورقة قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاء هنا موس الأكبر الذي كان يأتي موسى وإنه لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما يقول ورقة وتوالت نزول السور على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما النبي يمشي إذ سمع صوتا فرفع بصره قبل السماء فإذا بجبريل الملك الذي جاءه بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض من هول ما رأى ولما ذهب عنه الخوف ذهب النبي إلى أهله وقال دثروني دثروني فدثروه فأنزل الله تعالى قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا فكان أول من آمن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فلقد صدقت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فخفف الله بها عن نبيه كلما كذبه قومه ساندته وصدقته وأخرجته من أحزانه وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا لمدة ثلاث سنوات وكان أول من آمن من الرجال هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهكذا آمنت أسماء وآمن كل أهل بيت أبي بكر وأخذ النبي يشرح لأبي طالب دعوته إلى توحيد الله وترك عبادة الأصنام وأنه يأتيه الوحي من السماء يا محمد لا أستطيع أن أترك دين أبنائي وأجدادي حتى لا تعيرني العرب يا ابن أخي إني معك أمنعك من قومك إن كذبوك فأؤيدك وأنصرك وبدأت دعوته تنتشر بين أهل مكة وأسلم بلال بن رباح مؤذن الرسول وأسلم من الفتيان علي بن أبي طالب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وأسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه وهكذا كان رجال من قريش يشاهدون ما يحدث مع نبي الله فذهبوا لأمية مولاي أمية ماذا تريد؟ لقد رأيت بلالا وهو جالس مع محمد إن كان هذا صحيحا لأذيقنه العذاب الأليم أين كنت أيها العبد؟ مولاي كنت في الجوار لقد سمعت أنك جلست مع محمد نعم يا مولاي ها؟ لقد آمنت بالله وبنبيه ماذا تقول؟ إن لم ترجع سأذيقك العذاب الأليم لن أرجع يا سيدي فقاموا بتعذيبه ووضعه تحت أشعة الشمس المحرقة أحد أحد أكفر بمحمد نعتقك ونلبسك الحرير والذهب أحد أحد سينالك العذاب الأليم ارجع إلى آلهتك أحد أحد لن نرحمك حتى تعود يا أسود الوجه أحد 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 اشترى أبو بكر بلالة وأعتقه وبدأ يدعو أصحابه وأسلم على يد أبي بكر الصديق عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله فكان هؤلاء هم الثمانية الذين سبقوا بالإسلام فصلوا وتصدقوا ومجموعة أخرى من كبار الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم أجمعين وبعد أن بدأ عدد الذين دخلوا في الإسلام يزداد بدأت مخاوف أهل مكة تزداد وقرروا أن يجتمعوا لحل هذه المسألة ماذا نفعل في محمد وأصحابه فلنعرض على أبي طالب أن يسلمنا محمد أو ينازلنا فيكسب أحد الفريقين ابعثوا إلى أبي طالب لنتشاور ولكننا لن نخذل آلهتنا أجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون حين عرفت قريش يساوي بين الأبيض والأسود ولا يأمر بوأد البنات ولا قتل النفس من إملاق جاءتني فكرة عسى أن يرضى بها أبو طالب ما هي يا ابن المغيرة تعالوا معي موسيقى من الأبي وابنه أتعطونني ابنكم لأربيه لكم وتعطينا محمدا وأعطيكم ابني لتقتلوه فإنما هو رجل برجل والله لبئس المساومة لقد أنصفناك يا أبا طالب والله ما أنصفتموني فاصنعوا ما بدى لكم وذهب أبو طالب لابن أخيه يخبره بما قام به رؤساء قريش يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كلاما فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني ما لا أطيق فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خذله وأسلمه وأنه لن ينصره فقال صلى الله عليه وسلم يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته ثم بكى صلى الله عليه وسلم وبكى أبو الطالب وقال يا محمد أقبل أقبل يا ابن أخي اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لهم أبدا إنما يفعله محمد كذب وضلال يا أبا الحكم نعم وقد قلاه ربه لو انتشر دينه وسوى بين السادة والعبيد لا لكن لا تقلق فأبو لهب له بالمرصاد وقرروا تعذيب كل من دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم ليردوهم إلى دين آبائهم ولكن دون جدوى واستمر التعذيب والتنكيل بعباد الله المؤمنين ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم قل إن اللات إلهك من دون الله لا إله إلا الله وكان آل ياسر من المستضعفين فكان المشركون ينزلون بهم العذاب الشديد بلا شفقة ليرجعوا عن دينهم فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة آه سمية وزوجها وابنها عمار دعوهم لي أنا وكانت سمية أول شهيدة في الإسلام وهكذا تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم الأذى مع أصحابه الصابرين المحتسبين ثم جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة وخرج إلى جبل الصفا فنادى على قومه يا بني فهر يا بني عدي حتى اجتمعوا فجاءه أبو لهب وقريش فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي نعم ما جربنا عليك إلا الصدق نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد تبا لك تبا لك لهذا جمعتنا فأنزل الله قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ولم يكف المشركون عن التشكيك في القرآن والتشكيك في صدق النبوة والتشكيك في الوحي وتحريض قريش على محمد ومن معه وها هو الوليد بن المغيرة يقول في القرآن ما أدخله في الوعيد يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر محمد نقول للناس إنه كاهن والله ما هو بكاهن نقول إنه مجنود نقول شاعر لقد عرفنا الشعر كله وما هو بشاعر نقول ساحر وماذا تقول أنت يا أبا الوليد أقرب القول أن نقول ساحر فنزل فيه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وانطلق القوم يشوهون الإسلام ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر ثم نقوله ثم نقوله لتبقي ثم نقوله ثم نقوله ثم نقوله لساحر يفرق بين المرء وزوجه لا تتبع دين محمد ولكن النبي لم يترك دعوته وحاول بكل الطرق دعوة الناس للإسلام وترك عبادة الأصنام فكان يذهب للأسواق وفي سوق عكاض يقف النبي مع التجار يدعوهم إلى الهدى وترك عبادة الأصنام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا تصدقوا محمدا لا تتبعوا إنه ساحر وإنه صاب ويدخل إليهم في منازلهم ليدعوهم إلى الهدى ويبشرهم وينذرهم لقاء ربهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله واستمر مكر قريش للنبي واستهزائهم به ومحاربته ماذا نفعل في محمد وأصحابه نسخر منه ونحقر من شأني نستهزئ به ونكذبه نقول عن القرآن أساطير الأولين ثم نغري محمدا بالمال والملك وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينَ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِلَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ أَتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا يا أبا الوليد فكلم لابد أن نقضي على هذه الدعوة وبأي ثمن ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد حتى جاءه عُتبة بن ربيعة يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة والمكانة في النسب ورسول الله يستمع إليه بكل هدوء وترحاب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم فاسمع مني أمورا أعرضها عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع إن كنت تريد المال جعلناك أكثرنا مالا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع لعتبة وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كنت مريضا طلبنا لك الطب حتى نبرئك من مرضك حتى إذا فرغ عُتبة والنبي يستمع منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد فرغت يا أبا الوليد نعم قال النبي فاسمع مني أفعل فتل النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وغيل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخال فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضه فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مروة وإليه ترجعون ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك ما هذا الكلام الذي يتلوه محمد والله ما سمعت بمثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة واللات والعزة لقد جاء قطبة بن ربيع بوجه غير الذي ذهب به يا معشر قريش خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه سحرك والله يا أبا الوليد سحرك بلسانه بعد أن فشلت كل محاولاتهم في رده عن دعوته عرضت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا جديدا لعله يترك دعوته لقد عرضنا على محمد أن نعبد إلهه عاما ويعبد إلهنا عاما فأبا وعرضنا عليه أن نعبد ما يعبد وأن يعبد ما نعبد فأبا ونزلت بعدها سورة الكافرون ردا على مطالبهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين الركنين اليماني والأسود جاءه أبو جهل يحمل حجرا كبيرا سأقتل محمدا وهو ساجد في صلاته بعد محاولة أبي جهل قتل النبي وهو في صلاته عد خائفا مما رأى ماذا بك يا أبا الحكم قمت إليه لأفعل به ما قلت فماذا حدث فلما دنوت من محمد رأيت فحل من الإبلي ما رأيت مثله من قبل هم به وكاد أن يأكلني إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير واستمر أهل مكة في دخول الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أمور دينهم ويحثهم على الصبر وظل الوحي يتنزل بالقرآن تباعه وبدأت الدعوة في الانتشار حتى دخلت بيت أبي طالب وأسلمت زوجته فاطمة سبحان الله وبالحمده سبحان الله العظيم فاطمة زوجي الحبيب أراك تقولين مثل ما يقول أصحاب ابن أخي لقد أسلمت كما أسلم علي ابني يا أبا طالب نست وحدك من أسلم فلقد أسلم أخي حمزة وقد كان لإسلام حمزة واقعة عجيبة وكان رسول صلى الله عليه وسلم عند الصفاة فمر أبو جهل ونال من النبي وشتمه وعاب دينه وواجهه قائلا ماذا تفعل يا من تكذب على قومك وتبحث عن الشهرة وكان حمزة عائدا من صيد الله يمسك بقوسه فقابلتهم رأة كانت قد رأت هذا الموقف فنادت مولاي حمزة فقال لها حمزة ماذا بك فحكت له المرأة ما حدث من أبي جهل تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو جهل لا يزال يهزأ بالرسول ويسبه أمام الناس رأيتم رأيتم ماذا فعلت بمحمد نعم لقد أهنته يا أبا الحكم دعوا حمزة فإني قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا فرد عليه حمزة أتسب محمدا وأنا على دينه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فعرفت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا وهكذا بدأ الإسلام بالقوة والانتشار ولكن قريشا لم تتوقف عن إذاء المسلمين وانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم لفترة أصيب النبي فيها بالحزن وكان القطاع الوحي ليذهب ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم من الروع والخوف فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح نبي معرفة اليقين كان يصعد إلى رؤوس الجبال حزينة فيتبدى له جبريل فيقول يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع وتكرر هذا كثيرا حتى عاد الوحي ثم نزلت سورة الضحى والتي ردت على الكافرين الذين قالوا إن رب محمد قلاه وتركه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث يا عتبة سمعا وطاعة لك يا أبي يا عتيبة تأمر يا أبي رأسي ورأساكما حرام إن لم تطلق ابنتي محمد سأطلق رقية الآن فلن تكون لي زوجة مادام أبوهما يسب آلهتنا فأم كلثوم طالق حتى يعرف محمد ما يفعل بنا ولم يقتصر الإيذاء على أبي لها بن وابنيه وإنما زوجته أيضا ها هي القاذرات والأشواك قد وضعتها في طريق محمد فلعلها تصيبه فتؤذيه أو لعلها تكون السبب في هلاكه حتى نستريح منه ومما يزعمه أين أنت يا محمد؟ أين أنت؟ ويمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم ولا يعلق فهو مهتم بالدعوة لا بأعدائها مصمم على هدفه في توصيل وإبلاغ الحق للناس كافة ونزلت سورة المسد في أبي لهب وزوجته تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ولما سمعت أم جميل زوجة أبي لهب بما جاء في حقها في سورة المسد أخذت حجرا وذهبت تبحث عن رسول الله واستمرت في البحر حتى وجدته في المسجد يا أبا بكر يا أبا بكر أين صاحبك؟ لقد بلغني أنه يهجوني فبلغه عني مزمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فقال أبا بكر يا رسول الله أما تراها تراك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأتني لقد أخذ الله ببصرها عني وفيها نزل قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويربيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وكانت بداية الإشارات في أواسط وأواخر السنة الرابعة من النبوة ثم اشتدت في السنة الخامسة ونزلت سورة الزمر وفيها الإشارة إلى الهجرة وأمر رسول الله المسلمين بالهجرة إلى الحبشة فقال لهم النبي لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه فخرج عند ذلك المسلمون مخافة الفتنة وفرارا بدينهم وبدأت فكرة الهجرة تأخذ طريقها إلى الدعوة وفي رجب سنة خمس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة وكان مكونا من اثني عشر رجلا وأربع نسوة وكان رئيسهم عثمان بن عفان ومعه السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهم السلام وكانت الصدمة لأهل قريش لما وصلهم خبر هجرة الصحابة إلى الحبشة والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون كيف هاجر هؤلاء الصابئون إلى الحبشة؟ كيف؟ خدعونا وتسللوا في ظلام الليل يا لها من فضيحة ستعايرنا بها العرب سنرسل في طلبهم من النجاشي وإذن من نرسل إلى الحبشة ليأتينا بهؤلاء المارقين؟ عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيع ولما أمن النجاشي المسلمين على دينهم وعبادتهم لحق بهم كثير من المسلمين ومنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين حتى بلغ عدد المسلمين المهاجرين إلى الحبشة ثلاثة وثمانين رجلا وذهب عمر بن العاص وصاحبه لملك الحبشة يسألونه أن يعيد معهم من هاجر من الصحابة شكرا لكم على هداياكم أيها الملك إنه قد جاء إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا دينك فأسلمهم إلينا لا والله لا أسلمهم إليكما فقد وثقوا بي ولنضيعهم ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولما علم الصحابة في الحبشة بخبر قدوم عمر بن العاص لأخذهم لقد جاء عمر بن العاص ليأخذنا ولو رجعنا إلى مكة لن نرى خيرا قط وماذا سيفعل معنا الملك النجاشي فليذهب معنا جعفر بن أبي طالب ما هذا الدين الذي فارقتم به دينكم ولم تدخلوا في ديني فتقدم له جعفر بن أبي طالب وقال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش حتى بعث الله إلينا رسولا منا أمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا وأن نؤدي الأمانات ونهانا عن الفواحش وقول الزور ثم عدد عليه أمور الإسلام من صلاة وعفاف وعدل وصلة أرحام ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاروت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هل معك شيء مما جاء به عن ربه؟ فقال جعفر نعم فقرأ عليه فقرأ عليه ما تيسر من سورة مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيلوا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما تر إن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فبكى النجاشي حتى ابتلت لحيته وبكت أساقفته حتى ابتلت صحفهم إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة انطلق فلوالله لا أسلمهم إليكما الحمد لله رب العالمين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يا مولاي إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيمة ماذا يقول نبيكم عن عيسى بن مريم؟ فتقدم إليه جعفر بن أبي طالب فقال جعفر بن أبي طالب هو عبد الله ورسوله وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول فأخذ النجاشي عودا من الأرض وخط خطا عليها وقال ما عدا عيسى ما قلت فأمن المسلمون على أنفسهم ورد إلى رسولي قريش الهدايا فخرج من عنده مخذولين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى وما زال الله يعز الإسلام والمسلمين فانظروا معي من أسلم إنه رجل ليس ككل الرجال القوة والعدل والزهد مع ما كانت عليه قريش من عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي قد دعا وقال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشاب فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت بداية قصة إسلامه أن قرر عمر بن الخطاب قتل النبي فأخذ سيفه وبدأ يمشي باحثا عنه فأخبروه بإسلام أخته وزوجها فذهب إليهما طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وعرفوا أن عمر بالباب ودخل عمر عليهم غاضبا وقال لهم ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم قال سعيد يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك فوثب عمر على سعيد فضربه وأوقعه أرضاء يا عمر إن الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلما رأى عمر الدم استحى وقال أعطوني هذا الكتاب فأقرأه إنك رجز فقم واختسل فقام عمر فاغتسل ثم جاء فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا فقال ما أحسن هذا الكلام دلني على محمد ووقف الخباب مختبئا يسمع عمر وهو يقرأ يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد اختصك بدعوة نبيه فإنني قد سمعته أمس وهو يقول اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك أبي الحكم بن هشام أو عمر بن الخطاب فالله الله يا عمر فقال له عمر فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم هو في بيت عند الصفة معه نفر من أصحابه وخرج عمر متوشحا سيفة حتى أتى الدار فقام رجل من الصحابة فنظر من خلال الباب فرأى عمر فتراجع خائفة فأتى سيدنا حمزة فقال ما لكم فقال عمر فقال ما به افتحوا الباب فإن أراد خيرا بذلناه له وإن أراد شرا قتلناه بسيفه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالداخل ففتح الباب فخرج إلى عمر فلقيه في الحجرة فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه ثم جذبه جذبة شديدة فقال صلى الله عليه وسلم أما أنت منتهن يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة اللهم هذا عمر بن الخطاب اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله وأعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب مع حمزة بن عبد المطلب وبدأ الإسلام ينتشر في القبائل وذهب عمر إلى أبي جهل ينذره وضرب عمر على باب أبي جهل ينذره أهلا أهلا ومرحبا بابن أختي ما الذي جاء بك؟ فقال عمر جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد فغضب أبو جهل وأغلق الباب في وجه عمر بن الخطاب كانت من أعظم قصص التوبة قصة ماعز بن مالك حيث جاء ماعز بن مالك إلى النبي يا رسول الله طهرني فقال الرسول ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه يا رسول الله طهرني يا رسول الله فقال النبي مثل ذلك حتى كانت الرابعة قال له الرسول مما أطهرك قال من الزنا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي جنون فأخبر أن ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أزنيت نعم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة وسعتها واشتد غضب قريش بعد ازدياد عدد المسلمين واتخذوا قرارهم لا بد أن نحاصر المسلمين كيف يا بلاب كيف نكتب صحيفة نتعاهد فيها على بني هاشم وبني عبد المطلب لا ننكح إليهم ولا نبيعهم شيئا ولا نشتري فلنعلق الصحيفة في جوف الكعبة يا بغيض اكتب أننا لا ننكح ولا نبايع ولا نجالس بني هاشم وبني عبد المطلب وعلقوها في جوف الكعبة واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضضا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وخرج المسلمون إلى شعاب مكة يحاصرهم أهل مكة فلا طعام ولا شراب لكنه الصبر على البلاء وتحمل الجوع والعطش ليقضي الله أمرا كان مفعولا وتمر الأيام والسنوات وتمكن التعب والجوع من أصحاب محمد ولكنهم ما زالوا صابرين عسى أن يجعل الله لهم فرجا وقد استمر المشركون في تكذيب محمد فذهب أبي بن خلف إلى النبي وقال يا محمد إنك تزعم أن الله يبعث هذا بعد أن أرم؟ ثم فتته في يده ثم نفخه في الريح في موقف سجله التاريخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا أقول ذلك يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هذا ثم يدخلك الله النار فأنزل الله قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مضوة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وأما عن القصص النبوي الشريف فقد كان هناك رجل فقير لا يعمل فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد مالا يا رسول الله فسأله النبي هل تعمل؟ لا فسأله النبي هل عندك شيء في بيتك؟ عندي كساء نلبس بعضه ونضع بعضه على الأرض لنجلس عليه وعندي أيضا إناء نشرب فيه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى بيته وأن يحضر الإناء والكساء ماذا تفعل؟ أمرني رسول الله أن آتي بالكساء والإناء سمعا وطاعة لرسول الله فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لمن حوله من أصحابه من يشتري هذا الكساء ومن يشتري هذا الإناء أنا اشتريهما يا رسول الله بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم وأنا اشتريهما بدرهمين فوافق النبي وأخذ الدرهمين وأعطاهما للرجل الفقير ما أصنع بهذه الدرهمين يا رسول الله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري بالدرهم الأول طعاما لزوجته وأولاده وأن يشتري بالدرهم الثاني قدوما وماذا أصنع بهذا القدوم يا رسول الله فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم تذهب وتجمع الحطب ثم تبيعه في السوق وتفعل ذلك كل يوم وأريد أن أراك بعد خمسة عشر يوما وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقد فعل الرجل ما أمره النبي به وعاد بعد نهاية المدة عاد الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول وماذا صنعت في الأيام الماضية ذهبت يا رسول الله وجمعت الحطب ثم بعته وكسبت عشرة دراهم فقال له النبي هذا خير من أن تطلب مالا من الناس وبدأت عودة مهاجر الحبشة إلى مكة عندما وصلهم بالخطأ أن أهلها قد أسلموا فلما دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفية لقد خدعنا ولم يسلم أهل مكة حتى الآن لابد لنا أن ندخل بجوار من أهلنا سأدخل بجوار من خالي أبي طالب يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأهلك في الشعاب جوعة ويحك يا هشام ماذا أصنع وأنا رجل واحد أنا معك هيا ننقض الصحيفة وننقض محمدا والذين معه والله إني لا أوافق قريشا على هذا الظلم أبدا فهيا إلى المطعم بن عدي لننقض الصحيفة يا أهل مكة أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وبنهاشم هلكة فلنشق الصحيفة كذبت والله يا زهير لا تشق أنت والله الأجذب فمعرضين كتابتها حين كتبت صدق زمعة فيها من ظلم وجور فلنذهب إلى الصحيفة لنراها نعم فلنذهب هيا فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ودخلوا الكعبة ليتأكدوا مما قاله محمد صدق محمد وكذبت قريش صدق محمد وكذبت قريش وخرج المسلمون من الشعاب ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الكفار آية عظمى من آيات النبوة ولكنهم ما زالوا في تكبرهم يجهلون واستمر عم النبي أبو طالب بالدفاع عنه حتى بدأت آثار المرض تظهر عليه وأحس بقرب أجله شفاك الله يا أبا طالب آه أشعر بقرب نهاية يا فاطمة لست أخشى على نفسي يا فاطمة إنما محمد محمد له ربه يا أبا طالب فأسلم أسلم يا أبا طالب أسلم ينجيك الله من عذاب أليم واجتمع كبار قريش عند أبي طالب ليقنع النبي بترك دعوته فرفض النبي فقال عمه سأمنع كوريش من أن تظهر على ابن أخي فامضيها محمد في دعوتك كما أمرت فلما قالها طمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسلامه فجعل يقول أي عم فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة ومن القصص النبوي أن رجلا من إراش قدم بإبل إلى مكة فباعها لأبي جهل فما طله بأثمانها يا معشر قريش هل من رجل ينصرني على أبي الحكم بن هشام فإني رجل غريب وقد غلبني على حقي فأرشدوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يهزؤون فأقبل الإراشي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقام معه النبي متجها إلى باب أبي جهل من هذا؟ فقال محمد فخرج إلي فخرج أبو جهل وقد امتقع لونه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذا الرجل حقه نعم لا تبرح حتى أعطيه الذي له ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقال للإرشي إلحق بشأنك جزاه الله خيرا فقد والله أخذ لي حقي وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ واقترب أجل أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وحاميه سيفقد النبي صلى الله عليه وسلم سنده من الناس فلقد ألحى المرض بأبي طالب ووافته المنية في رجب سنة عشر من النبوة بعد خروج المسلمين من الشعاب بستة أشهر دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا أبا طالب أتترك دين الآباء؟ ألا يكفيك أنك دفعت عن محمد ودينه؟ أترضى أن تموت وأنت على غير ملة عبد المطلب؟ وظل يحدثانه حتى قال ما يريدوه بل على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وبعد وفاة عم النبي بدأت قريش بإيذائه والسخرية منه لقد مات أبو طالب هل كمن كان يحميك يا محمد وبعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو ثلاثة توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وفي الصحيح عن أبي هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق خديجة آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها ومن شدة الحزن والآلام في هذا العام سماه النبي عام الحزن وقد ماتت خديجة والنبي في الخمسين من عمره فتزوج بعدها بسودة بنت زمعة في السنة العاشرة من النبوة وما زالت قريش تكذب النبي وتطلب المعجزات ليثبتوا للناس كذبه بعد أن زاد عدد المسلمين انتشرت دعوة محمد ولابد من القضاء عليها لابد من التشكيك في دعوته ماذا نفعل؟ نطلب منه أشياء يعجز عن فعلها فكر معي يا أبا أدبة نقول له لكي نؤمن به لابد أن يرينا معجزة أو آية تدل على أنه نبي آه أية معجزة يا أبا أدبة نقول له أن يشق لنا القمر تفكير صائب وبذلك يعجز عن تنفيذها ونقضي على دعوته فذهبوا إليه وقالوا يا محمد شق لنا القمر نريد أن نرى آية تدل على نبوتك قال صلى الله عليه وسلم إن فعلت هذا تؤمنون؟ قالوا نعم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يشق لهم القمر فاستجاب الله لدعاء نبيه وشق له القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر ما هذا؟ سحرنا محمد سحرنا محمد لن نؤمن بك يا محمد مهما جرى على يديك من معجزات وأعرضوا بعدما رأوا من المعجزات ونزل قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر من هنا بدأت السيرة النبوية الشريفة من مكة كان صلى الله عليه وسلم عظيم النسب الشريفة هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ويمتد نسبه الشريف إلى سيدنا إسماعيل ابن سيدنا الخليل إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه جميعا وكان لجد النبي عبد المطلب شأن كبير في مكة وقد نذر نذرا أدهش العرب سأذبح أحدهم نعم يا معشر قريش إن رزقني الله عشرة أبناء سأذبح أحدهم وتزوج عبد المطلب بأربع نسوة ورزقه الله تعالى عشرة أولاد كان من بينهم عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء وقت وفاء النذر ويشاء الله أن يقع الاختيار على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد المطلب إلى عرافة لتجد له فداء وأخبرته أن يستهم بين عبد الله وعشرة من الإبل على عبد الله على عبد الله سيكون هو الذبيح عبد الله هو الذبيح لا ولدي ولدي وأخذ عبد المطلب يضرب القداح على عبد الله وعلى عشرة من الإبل فإذا خرجت على عبد الله يزيد من الإبل عشرة فلم يزل يفعل ذلك حتى بلغت الإبل مئة فوقعت القرعة عليها فنحرت عنه ومن شدة فرح عبد المطلب قال سنزوج عبد الله بآمنة بنت وهب لنتم الفرحة قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ولكن الأزمات والمحن في مكة لم تتوقف عند ذبح عبد الله ولكن امتدت إلى بيت الله الحرام وهكذا بدأ الصراع في أرض اليمن ليمتد إلى مكة يا وزير يقولون أن للعرب بيتا يقال له البيت الحرام نعم يا أيها الملك أنا أبرهة الحبشي النائب العام للملك النجاجي بنين القليس لتكون بديلا عن البيت الحرام ولكن العرب قلوبهم متعلقة بذلك البيت سأهدمه وتزامن قرار قدوم أبرهة لهدم الكعبة مع وفاة عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم لقد أصابته مصيبة الموت في ولده عبد الله وقدوم أبرهة كان سهلا يسيرا لأن العرب تفرقوا ولم يجتمعوا لقتاله فأصابهم ما أصابهم من عدوهم لماذا لا تجمع قريش أحلافها وتقاتل أبرهة؟ يقولون أن أبرهة جاء بجيش لا قبل للعرب به جيش عرم رم قوامه ستون ألف جندي وتسعة أفيال فانظروا ماذا تفعلون لإن لم يجتمع العرب للدفاع عن بيت الله الحرام أصابنا الله بنوازل لا قبل لنا بها والله ليس فينا من جبان ولا خاء ولكنه الواقع الذي نصادفه لا قبل لنا بجيوش أبرهة وهكذا تفرقت القبائل في قتال أبرهة وقاتلت كل قبيلة عن نفسها فهزمهم حتى وصل إلى مشارف مكة فأخذ مئتي بعير لعبد المطلب بن هاشم لم يكن أبرهة ليفعل هذا لو لا الضعف الذي رآه من معشر العرب أنا حباطة الحميابي رسول أبرهة إليك يا سيد قريش ماذا تريد؟ الملك يقول لك إني لم آت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت ولا نحن نريد حربا وما لنا بذلك من طاقة فانطلق معي إلى أبرهة لا تذهب يا سيد قريش وكان عبد المطلب يعرف قوة أبرهة فقرر الذهاب أتى إليك عبد المطلب سيد قريش فليتفضل أريد إبلي أيها الملك تريد إبلك أتيت لأهدم بيتكم البيت الحرام كما تسمونه وتقول أريد إبلي نعم أريد إبلي فأنا رب الإبل والبيت للبيت رب يحميه يا حباطة أعطه إبله أمرك يا مولاي وخلوا بيني وبين البيت سأهدم الكعبة سأهدمها وبينما هما في الوادي بين المزدلفة ومنا أقبل نفيل بن حبيب فلما وجه الفيل إلى مكة قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال أبرك محمود وارجع راشدا من حيث أتيت فإنك في بلد الله الحرام وترك أذنه فبرك الفيل برك الفيل ولم يقم ليتقدم إلى الكعبة وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال يقوم ويهرول وبينما هم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل لا تصيب أحدا إلا تقطعت أعضاؤه ففروا هاربين يموج بعضهم في بعض أما أبرها فقد رجع وهو يتألم وتتساقط أنامله فلما وصل إلى اليمن إن صدع صدره عن قلبه فهلك لعنه الله للبيت رب يحميه حمدا وشكرا لك يا رب البيت الحرام ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول عودوا إلى دياركم آمنين فلن يجر أظالم بعد اليوم على هدم الكعبة بعد خمسين أو خمسة وخمسين يوما من واقعة الفيل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين لاثنتين عشرة ليلة خلت من ربيع الأول لبيك اللهم لبيك أنقذت بيتك الحرام من الجبابرة فرفعت شأن العرب وأعليت قدرهم يا أبتي يا أبتي لقد ولدت آمنة ولدا كالبدر في تمامه النور يملأ وجهه جميل مكمل وهكذا جاء خبر مولده الذي ملأ الكون نورا أضاء المشرق والمغرب كان جد النبي صلى الله عليه وسلم على علم بمولوده فقد أخبره ملك من اليمن أنه سيولد طفل من نسله يحكم العالم وحذره الملك من اليهود ومن قومه حذره من أنهم سيحاولون إذاءه ولكن رب البيت يحميه احرص عليه ولقد سميته محمدا ليكون محمودا في الأرض وفي السماء وعندما ولدت آمنة بنت وهب سيدنا محمدا قالت إنها رأت نورا خرج منها وصل إلى قصور بصرة من أرض الشام يا له من ولد مبارك وكان من عادة العرب أن يرسلوا أبناءهم إلى البادية لقضاء فترة الطفولة الأولى ولما بدأت النساء بالقدوم إلى مكة لأخذ الأطفال جاءت حليمة السعدية مع طفلها الرضيع التي لا تملك ما يسد جوعه يا امرأة بني سعد أنا حليمة ابنة أبي لؤي أريد أن أستردع حفيدي اليتيمة عندك وماذا أفعل بيتيم؟ إن ابني هذا يكاد يموت من الجوع يا ويلتي ويا له من ذنب سأعود لهذا اليتيم لعل البركة فيه وهكذا أخذت حليمة الطفل اليتيم وذهبت به مع طفلها إلى البادية وهي حزينة يا حارس يا حارس ماذا يا حليمة؟ لقد أقبل على سديي فشرب حتى شبع وشرب ولدي حتى شبع لقد أخذنا نسمة مباركة والله إني لأرجو ذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة على حليمة وأهلها فشربوا من بعد عطش وطعموا من بعد جوع وأصبحت أغنامهم شبعة فحلبوا وشربوا من بركة النبي صلوات الله وسلامه عليه وبعد أن أكمل محمد السنتين حان وقت عودته إلى أمه ولكن بسبب الوباء الذي انتشر في مكة حينها عاد مع حليمة إلى البادية ولكن في صباح يوم يا أبي يا أمي إن أخي القرشي أخذه رجلين عليهم ثياب بيض وشق صدره ما لك يا بني فقال الرسول صلى الله عليه وسلم جاءني رجلان عليهم ثياب بيض فأضجعاني وشق صدري فالتمس شيئا لا أدري ما هو يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله عادت به حليمة إلى أمه ولما وصلت تقول آمنة لحليمة ما أقدمك وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك وخافت حليمة أن تحكي لأمه ما حدث وأصرت آمنة حتى حكت لها حليمة وهي خائفة مذعورة وإني تخوفت عليه من الشيطان وبعد أن عاد إلى مكة سافر مع أمه إلى أخواله بن النجار وقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم مليئة بالأحداث والنبوآت والمعجزات والكرامات والمحن والمنح فلم يكن يدرك أن زيارته مع أمه هي آخر لقاء لهابه فقد توفيت وهي عائدة إلى مكة وهكذا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأبي والأم لكن الله عز وجل أحاط نبيه بعنايته وأنبته نباتا حسنا لما يريد به كرامته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فلقد حماه الله تعالى وصانه منذ صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب وأصبح جده عبد المطلب هو كفيله حدثني أبي أنه يشعر أن أجله يدنوه وأنه قلق على محمد وقلت له بأنني سأكفله يا أبا طالب إن لك أطفالا كثيرين وأنت رجل فقير ولكنني أحب محمدا حبا جمى وأشعر أنه أحب إلي من أولادي يا أبا طالب إن أباك على فراش المرض يرجو رؤيتك ورؤية إخوتك سيدكم من بعد هو أبو طالب وهو الذي سيكفل محمدا إحذروا عليه إحذروا عليه من قومه فإن آذوه فانصروه وإن حاربوه فأيدوه فإنه على الحق وهكذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أعوام مات جده وتحولت كفالته إلى عمه وبدأ النبي في سن العاشرة بالعمل في رعاية الغنم لمساعدة عمه الفقير كرامته وعزة نفسه منعته من أن يأكل في بيت عمه أبي طالب دون أن يساعد عمه وكانت الأغنام التي يرعاها سيد الخلق ليست كغيرها من الأغنام والماشية التي يرعاها غيره فلقد حلت بركته صلى الله عليه وسلم لدرجة أن أهل مكة كلهم تمنوا لو أن النبي رعا لهم ماشيتهم وأغنامهم وكان طعام النبي صلى الله عليه وسلم منذ الفجر وحتى غياب الشمس هو التمر والماء ولما أتم سن الثانية عشر قرر عمه أبو طالب أن يأخذه معه في تجارته إلى الشام وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام وكان الركب قد نزل بصرة وهذه صومعة الراهب بحيرة الذي رأى الرسول من صومعته ورأى غمامة تضله من بين القوم حتى نزلوا في ظل شجرة قريبا منه فنظر الراهب إلى الغمامة وإلى أغصان الشجرة وهي تميل على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده كان يجدها عنده من صفات النبي المنتظر ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه من اليهود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لن يسلم من شرهم فإنه سيكون لابن أخيك شأن عظيم وإذ قال عيسى بن مغيم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين أكد بحيرة لأبي طالب أن ما قاله عبد المطالب هو الحق وأن محمد صلى الله عليه وسلم سيكون له شأن عظيم وأصبح أبو طالب أكثر قلقا على محمد صلى الله عليه وسلم يخاف عليه من إذاء اليهود وأهل مكة وقرر العودة وأخذ أبو طالب يسرع في الوصول إلى مكة خوفا على النبي بعدما حدثه عنه الراهب النصراني وبعد عودته إلى مكة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى الغار فيتعبد ويتأمل ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض ورغم أن النبي كان طفلا ثم صبيا وشابا إلا أنه لم يله بالباطل إنه الحفظ الإلهي فالله يصنع الرسل على عينه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذبار النجوم يا أبا طالب ما بك يا رجل أنا من زبير جئت أبيع بضاعتي بمكة ولماذا تبكي هكذا؟ العاص بن وائل اشترى البضاعة مني وحبس عني الحق إلى متى هذا الظلم؟ واجتمع سادات قريش للبحث في الأمر واجتمعوا مع بني هاشم وبني عبد المطالب وتيم بن مرة واتفقوا وتعاهدوا في حلف أسموه حلف الفضول على أن لا يجدوا بمكة مظلومة وشهد هذا الحلف رسول الله وقال بعد الرسالة لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث دائما عن القيم وينشرها بين الناس حتى قبل أن يبعث وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وفي مكة كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الناس في مالها وتضاربهم إياه فيأخذون بعض الربح فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أخلاقه وأمانته بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج بمال لها إلى الشام تاجرها فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الزمان انتشر بين العرب بعض العادات كوأد البنات وقتل الأبناء خوفا من الفقر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لا يجري قومه فيما يفعلونه فكان لا يشرب الخمر ولا يأكل مما ذبح على النصب ولا يحضر احتفالات عبادة الأوثان وقد أحاطه الله عز وجل بالحفظ والعناية الإلهية وبعد أن أخذ النبي تجارة خديجة سار بالقافلة إلى الشام وكان معه ميسرة خادم خديجة يتابعه ولما وصل إلى سوق التجارة في الشام ما أجمل هذا الرجل؟ سمح إذا باع ما اسمه يا فتى؟ محمد بن عبد الله هل تعرفه من قبل؟ نعم إنه من بني هاشم وعمه أبو طالب ويعرف بالصادق الأمين لأنه ذو خلق حسن أمين في كل شيء وباع النبي ما باع واشترى ما اشترى ثم أقبل قافلا إلى مكة ومع اشتداد الحر يرى ميسرة غمامة تضلل النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس ولما وصلت القافلة ذهب ميسرة إلى خديجة يخبرها ما جرى كان محمدا تاجرا ذكيا حسن المعاملة مع التجار ولكن أعجب ما رأيت يا مولاتي خديجة عندما اشتد الحرب ونحن نسير رأيت غمامة تضلله أينما ذهب وذهبت خديجة تسأل ورقة وورقة هذا ابن عم السيدة خديجة وكان نصرانيا وكان قد تتبع الكتب وعلم منها بقدوم نبي لآخر الزمان فلما حكت له خديجة عما قاله لها ميسرة قال لها إنه نبي آخر الزمان وإذ قال عيسى بن مضيم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتأبى عليهم ذلك فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة فذهبت إليه صلى الله عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة فرضي بذلك وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه وعلى إثر ذلك تم الزواج وهنا قررت القبائل التي تسكن مكة هدم الكعبة وإعادة بنائها بسبب تصدعها وهكذا تم العمل ولما انتهوا من البناء اختلفوا فيه من سيضع الحجر الأسود في مكانه نحن من سيضع الحجر الأسود بل نحن من سيضع الحجر الأسود هل تقبلون أن نحكم أول من يدخل علينا؟ لا مانع من ذلك يا ابن المغيرة إنه محمد نعم إنه هو فطلب النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فوضع الحجر وسطه وطلب من زعماء القبائل أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده الشريفة فوضعه مكانه وهنا بدأت تظهر علامات نبوته وبدأ ينزل عليه الوحي وأول ما بدأ به الوحي هو الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الله إليه الخلاء كان يخلو بغار حراء يتعبد وكان يتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها واشترى سيدنا محمد غلاما وهو زيد بن حارثة ثم أعتقه وخيره بين البقاء معه أو العودة مع أبيه أنا زيد بن حارثة والناس ينادونني بزيد بن محمد لقد اشتراك محمد وخيرك بينه وبين أبيك فاخترت أن أعيش مع محمد لقد وجدت في محمد الوفاء والحنان يا زيد وأصبحت زيد بن محمد وجدت فيه خصالا لم أجدها في أحد غيره وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في الغار يتفكر قال فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من دباج فيه كتاب فقال اقرأ قلت ما أقرأ فقال فغطني به أي ضمني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ماذا أقرأ فغطني به أي ضمني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ماذا أقرأ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وبعد أن جاء جبريل إلى سيدنا محمد في الغار عاد عليه الصلاة والسلام خائفا إلى بيت خديجة وقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الخوف فقالت له خديجة ما بك فأخبرها بما جرى وقال لقد خشيت على نفسي قالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلاً نِصْفَهُ أَوْ يُنْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلاً إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَأً وَأَقَوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتِيلًا وذهبت خديجة إلى ورقة تقص عليه ما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم فهتف ورقة قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاء هنا موس الأكبر الذي كان يأتي موسى وإنه لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما يقول ورقة وتوالت نزول السور على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما النبي يمشي إذ سمع صوتا فرفع بصره قبل السماء فإذا بجبريل الملك الذي جاءه بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض من هول ما رأى ولما ذهب عنه الخوف ذهب النبي إلى أهله وقال دثروني دثروني فدثروه فأنزل الله تعالى قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا فكان أول من آمن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فلقد صدقت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فخفف الله بها عن نبيه كلما كذبه قومه ساندته وصدقته وأخرجته من أحزانه وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا لمدة ثلاث سنوات وكان أول من آمن من الرجال هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهكذا آمنت أسماء وآمن كل أهل بيت أبي بكر وأخذ النبي يشرح لأبي طالب دعوته إلى توحيد الله وترك عبادة الأصنام وأنه يأتيه الوحي من السماء يا محمد لا أستطيع أن أترك دين أبنائي وأجدادي حتى لا تعيرني العرب يا ابن أخي إني معك أمنعك من قومك إن كذبوك فأؤيدك وأنصرك وبدأت دعوته تنتشر بين أهل مكة وأسلم بلال بن رباح مؤذن الرسول وأسلم من الفتيان علي بن أبي طالب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وأسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه وهكذا كان رجال من قريش يشاهدون ما يحدث مع نبي الله فذهبوا لأمية مولاي أمية ماذا تريد؟ لقد رأيت بلالا وهو جالس مع محمد إن كان هذا صحيحا لأذيقنه العذاب الأليم أين كنت أيها العبد؟ مولاي كنت في الجوار لقد سمعت أنك جلست مع محمد نعم يا مولاي ها؟ لقد آمنت بالله وبنبيه ماذا تقول؟ إن لم ترجع سأذيقك العذاب الأليم لن أرجع يا سيدي فقاموا بتعذيبه ووضعه تحت أشعة الشمس المحرقة أحد أحد أكفر بمحمد نعتقك ونلبسك الحرير والذهب أه أه أحد أحد سينالك العذاب الأليم ارجع إلى آلهتك أحد أحد لن نرحمك حتى تعود يا أسود الوجه أحد 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 أه أه أحد أحد اشترى أبو بكر بلالة وأعتقه وبدأ يدعو أصحابه وأسلم على يد أبي بكر الصديق عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله فكان هؤلاء هم الثمانية الذين سبقوا بالإسلام فصلوا وتصدقوا ومجموعة أخرى من كبار الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم أجمعين وبعد أن بدأ عدد الذين دخلوا في الإسلام يزداد بدأت مخاوف أهل مكة تزداد وقرروا أن يجتمعوا لحل هذه المسألة ماذا نفعل في محمد وأصحابه فلنعرض على أبي طالب أن يسلمنا محمد أو ينازلنا فيكسب أحد الفريقين ابعثوا إلى أبي طالب لنتشاور ولكننا لن نخذل آلهتنا أجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون حين عرفت قريش أن أبا طالب لن يخذل النبي ابتكروا فكرة غريبة غير مسبوقة ماذا سنفعل مع أبي طالب ومحمد؟